حدثنا هاشم بن القاسم قال حدثنا أبو جعفر يعني الرازية عن حصين عن شقيقي ابن سلمة عن مسروق عن أم رومان وهي أم عائشة قالت كنت أنا وعائشة قاعدة فدخلت امرأة من الأنصار فقالت فعل الله بفلاء وفعل تعني ابنها قالت فقلت لها وما ذلك قالت ابني كان في من حدث الحديث قالت فقلت لها وما الحديث قالت كذا وكذا فقالت عائشة أسامع بذلك أبو بكر قالت نعم قالت أسامع بذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم فوقعت أو سقطت مغشيا عليها فأفاقت حم بنافض فألقيت عليها الثياب فدخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما لهذه قالت فقلت يا رسول الله أخذتها حم بنافض قال لعله من الحديث الذي تحدث به قالت قلت نعم نعم يا رسول الله فرفعت عائشة رأسها وقالت أن قلت لم تعذروني وإن حلفت لم تصدقوني ومثلي ومثلكم كمثلي عقوبا وبنيه حين قال فصبر جميل والله المستعان على ما تصفونه فلما نزل عذرها أتاها النبي صلى الله عليه وسلم فأخبرها بذلك فقالت بحمد الله لا بحمدك أو قالت ولا بحمد أحد حثنا علي بن عاصمين قال حدثنا حسين عن أبي وإلن عن مسروق عن أم رومان قالت بينا أنا عند عائشة إذ دخلت علينا أمرأة من الأنصار فقالت فعل الله بابنها وفعل قالت عائشة ولم قالت أنه كان في من حدث الحديث قالت عائشة وإي حديث قالت كذا وكذا قالت وقد بلغ ذاك رسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم وبلغ أبا بكر قالت نعم قالت فخرت عائشة مغشيا عليها فما فقط إلا وعليها حم بنافض قالت فقمت فادثرتها قالت ودخل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ما شأن هذه قالت قلت قلت يا رسول الله أخذتها حم بنافض قال لعله في حديث تحدث به قالت فاستوت له عائشة قاعدة فقالت والله لأن حلفت لكم لا تصدقوني ولا أن أعتذرت إليكم لا تعذروني فمثلي ومثلكم كمثلي عقبى وبنيه والله المستعان على ما تصفون قالت وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم قال وأنزل الله عذرها فرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم معه أبو بكر فدخل فقال يا عائشة إن الله عز وجل قد أنزل عذرك قالت بحمد الله لا بحمدك قالت قالا لها أبو بكر تقولين هذا لرسول الله صلى الله عليه وسلم قالت نعم قالت فكان في من حدث الحديث رجل كان يعوله أبو بكر فحلف أبو بكر بكر أي لا يصله فأنزل الله عز وجل ولا يأطى لأول الفضل منكم والساعة إلى آخر الآية قال أبو بكر بلى فوصله ترجمة نانسي قنقر